لمزيد من النقاش ينضم إلينا من القاهرة محمد الأسمر مدير مركز الأمريبي للدراسة الاستراتيجية أهلا بك سيد محمد لهذا اللقاء وتوقيت دلالات معينة أهلا وسهلا مرحبا نحياكم الله أهلا بك نعم أولا التوقيت يأتي بعد مجموعة من التواصلات وخاصة تلك التي نجحت بإشراف جمهورية مصر العربية اللقاء الأخير الذي جمع بين عقيل صالح والمشري يفترض به أن يؤسس لمفردات جديدة يستوجب في أولوياتها توحيد المؤسسات على كافة النواحي في الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية استحقاق أولي وأصيل للقوات المصلحة عربية الليبية التي لم تشملها منذ انطلاق عملية الكرامة وفي مواجهة الإرهاب وقدمت مبادرات عديدة بتوحيد كافة صنوف ووحدات القوات المصلحة داخل ليبيا بما يشكل نقطة تحول في الحياة السياسية والعسكرية الأمنية في ليبيا وما لذلك من أهمية وبالتالي الآن هذا اللقاء يأتي أولا عقب حديث المشير خليفة حفظة الرابع والعشرين من ديسمبر بتقديم فرصة أخيرة لكافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية وفيها المجلس الرئاسي ولابد أن يتم وضع حلول عملية في مقدمتها توحيد هذه المؤسسة هذا ليس اللقاء الأول بين الرجلين لقاء مهما كان في الحادي عشر من فبراير عقب تكليف القائمة التي بها محمد لمنفي كرئيس للمجلس الرئاسي المكون من عضوين وتخويل المجلس الرئاسي وفقا لخارطة الطريق بمهام القائد الأعلى ولكن هذه المهام لم تكن الحقيقة في الإطار التي وضع لها في خارطة الطريق لأن وزارة الدفاع المتكاملة مع هذه المهمة احتفظ بها دبيب شاغرة وتولاها بنفسه حتى بعد تعهده بأن ذلك لنتجاوز فترة الشهر طلبه المجلس الرئاسي ومجلس النواب بعد ذلك في مايو 2021 وكنه لم يستجيب نعم لكن في هذه المرحلة من الأزمة الليبية برأيك سيد محمد الأولوية ستكون لتسوية كأولوية بالنسبة للجانب الأمني أم على المستوى السياسي؟ الحقيقة هو يجب أن تكون كافة المسارات بالتوازيل لأن الجانب السياسي تضبطه توحيد المؤسسات في الدولة من المناصب السيادية السبعة التي لازال لم يتم البت فيها بشكل نهائي إلى الحكومة التنفيذية إلى الوضع العسكري الذي يتضمن الجانب الأمني المسار الدولي أيضا والتاهية لم يتم الدهاب بالعملية السياسية إلا بعد البت في كيفية الحلول العسكرية والأمنية التي يجب انفادها في ليبيا ولا ننسى أن الترتيبات التي انطلقت من مصر في اجتماعات الغردقة التي كانت في 28 سبتمبر 2020 سبقت حتى لقاءات جينيف لجنة 5 زائد 5 وكلها في إطار التاهية الأمنية العسكرية للوصول للمسار السياسي وهناك طبعا مرادفات أخرى ليست مناطة بالجانب العسكري الليبي فقط ولكن الانتزامات الدولية في مقدمتها إخراج المرتزقة والقوة الأجنبية المسلحة للوصول إلى الحالة الآن من المستقرة لتعزيز الوضع السياسي المنشود في ليبيا واضح الآن بقي موقف بقي الأطراف المعنية سواء الليبية منها وأيضا الأطراف الدولية برأيك كيف ستكون مواقفها من هذه اللقاءات ومن هذه الجهود المصرية للوسطة لتسوية الأزمة الليبية فلنبدأ بالجانب العسكري أولا محليا هناك اعتراض كبير مما لا شك فيه من حكومة أدبيبه وأول لديها موقف من التسوية في جميع المجالات والمسارات قالت لن أدبيبه لن أسلم السلطة إلا بعد إجراء العملية الانتخابية خلافا لخارط الطريق وكل الاتفاقات الدولية التي حاصرت لنا ذاك ولكن طبعا نعلم أن لديه أطراف دولية في مقدمة المتحدة وبريطانيا تدعم هذا الموقف ولكن هنا أيضا أدبيبه لديه علاقة بهذا الجانب هو يحتفظ بحقيبة وزارة الدفاع وبالتالي التوحيد هنا بين رأيي المجلس الرئاسي والقائد العام قوة المسالة العربية الليبية سيكون في إطار تهيئة لتمكين الحالة التشريعية التي ستصدر قريبا من تنفيذ عملية جاهزة بعيدا عن هذه الاستقطاعات التي يقوم بها أدبيبه لنفسه ولكن الوضع العام الدولي حتى من الناحية السياسية المتضمنة للوضع العسكري الأمني هي باتجاه التفحص للنظر في المخرجات كيف يكون تأثيرها على مصالح هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية أشارت منذ بدرتها في الثامن عشر من مارس من العام الماضي بخصوص وجود الحكومتين وأن يقوم مشروع مستفيدة تشفى عليه الحكومة الأمريكية مع بعض الدول من خلال الأمم المتحدة بتوزيع عائدات النفط على جانبين فقط مرتبات ومصرفات تسيرية ترى أن تقام الانتخابات البرلمانية بألية الانتخابات المحلية في المجالس البلدية ثم بعد ذلك البرلمان الجديد هو من يشفى العملية الرئاسية هذه وجود نظر ولكن وجود نظر القائمة الآن بين الأطراف الليبية وبين الأمم المتحدة والمراد لها التمكين فعلا هي الإسراع في إنتاج القاعدة الدستورية وخارط طريق تحدد مهلة قريبة للانتخابات ولكن هذا كله طبعا لن يتأتى إلا بعد فعلا فرض توحيد مؤسسات الليبية بأكملها بكافة صنوفها وتصنيفاتها وكذلك رضوخ الممتنعين بناء على قارات الأمم المتحدة الصادرة من مجلس الأمن في السادس عشر من أبريل من العام الفين واحد وعشرين بخصوص العقوبات للذين لا يلتزمون بما تم الاتفاق عليه أو يعرقلون المسار السياسي والأمني والاستقرار في الليبية محمد الأسمر مدير المركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من القاهرة شكرا لك اشتركوا في القناة